السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه في حلقة جديدة ان شاء الله النهاردة ايه النهاردة الباب الاول اللي فكلكم طلبتوه في التصويت اللي جان موجود على المنتج شكرا جدا لكل واحد صوت وان شاء الله اهي الحلقة نزلت وانا النهاردة بكلمكم من يوم تحميل الفيديو اللي هو التلات تمام؟ ان شاء الله يوم الجمعة بداية من يوم الجمعة هنبدأ في الباب الجديد شرح تمام؟ ازا ما جدتوش عايزين نبدأ الشرح مراجعة على طول برضو عايز اعرف في تصويتكو هنزل برضو بصت على المنتجه وهكزا برضو في الفيزياء تمام؟ لو عايزين ننزل حل الاسئلة على طول ولا عايزين شرح لو انت اول مرة تشوفنا اول مرة تشوفنا ف حاليا القناة يعني هتلاقي عليهم دراسين تانيين لكل المال لتانية سنوية بس الفكرة بقى لو انت عايز تتبقى مع عائنا عايز تبقى عدو كل ده فريو وكمام في الشينات عالقناة يعني شيء جميل جدا هتشترك في القناة ازاي من الزر الاحمر اللي هو سبسكرايب او اشتراك وهتفعل الجرس الجنب عشان ينصل لك اي اشعار جديد وهتعمل لايك لو الفيديو عجبك تمام؟ موش عجبك حاجة تتجعلك براحتك بقى تمام؟ نيجي بقى لي السؤال الاول بيقولك عند ترك نعمل زوم بس كده اهه تمام؟ طيب عند ترك عينا كتلاتها واحد جرام تمام؟ لما هنسيب عينا كتلاتها واحد جرام في نظر الفوسفور خمسة وتلاتين تمام؟ لمدة اربعتاشر ديس يعني لمدة اربعتاشر يوم ايه اللي هيحصل؟ وجده ان كتلة العينا قد قلت الى النصف طيب 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 لا تتفق الملاحظة السابقة مع مين؟ طيب ده هو عندنا في الدرس الاول لما ديمو كراتس و بايل و دالتون و كمان جرار فورد جم با يقولك ان الكتلة ايه؟ الكتلة سابتة تمام؟ طعلا كده ممبص بقى مين اللي ما بتتفقش الملاحظة السابقة معاه؟ بالتصوير ديمو كراتس من解ج يوم كراتس و بايل و كمان نموذك زر الدالتون لأن زر الدالتون اكد ان الكتل سابتة يبقى تصوير أي ديمو كراتس و بيل و نموذك زر الدالتون مش فاكر الكلام ده فانت عايز ت amplifyواكى عند الدرس الاول تمام، نيجي لي اسؤال رقم اثنين استنتج رOCER FORD في تجربة جيرجورومارسجين تمام التجربة اللي هبتعت جيرجورومارسجين اللي هو كان من النتائيها قالك ان الجزء الكسيف من الزره بتضمن ايه بروتونات اللي هي ايه، اللي هي عبارة عن�� élément اللي هي عبارة عن ايه الزره تمام، الجزء الكسيف من الزره يتضمن بورتونات ونيترونات ونيترونات لا طبعاً ما فيش نيترونات تمام هي بروتونات بس بروتونات سلبة شحنة والانيكترونات ما جببات شحنة النيكترونات مش موجودة الاенная الكترونات وبروتونات تمام الجزء الخفيف مرة الظارة يوجد بالنواة لأ ده جزء الكسيف يعني دي غلط و دي غلط أشعة الكاثوت في إيه من الالكترونات الموجودة في كل المواد أيوه هي دي صاح ثق剪ع نكمل الباقي كتلة الألكترون أقل بكثير من كتلة النيكترون لا كتلة النيكترون هو فعلا الكلام ده صح بس ما ذكره ليش فيه ايه فيه تجربة بتاعت ريزيرفورد تمام تمام نيجي لي رقم تلاتة ما الذي يعبر عنه الشكل المقابل تمام الشكل المقابل ده تلاقي حاجة كده طالعة وحاجة نازلة حلو تمام ولو جيت تقول لي الشكل الكميسري ده اه ده بيعبر لي الشكل الكميسري ده عن بي انت قلتها بنفسك اوه تركيب زارة الهليوم اتش تو اه اتش اي اتنين طب ايه ده مش اتش ايه ده اتنين ده مش هيوصل للبي اصلا يبقى دي غلا الكتروني الوربيتال بي اكس يكون في حالة غزل معاكس اه ممكن دي تعال كده نكمل الكتروني الوربيتال الواحد يحملانا نفس الشحنة لا ده الشحنية مختلفة مبدأ اه بولي للاستبعاء هي اه دي ممكن صح بس الاقرب رقم بقى والله ينور عليك نيجي لي رقم اربعة اهو احنا ما طولناش عليكم اهو اللي مش فاهم حاجة او حاجة مش واضحة او شرحناها بسرعة يقدر ان هو يكتب في القمس ما العدد الزري للعنطر الذي يحتوي عدد الكم الرئيسي اللي هو ان بيساوي ثلاثة فيه على تلاتاشر الكترون تمام حلو اوي السؤال ده عايز ورع عشان يتشرح ركز اوي 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 عدد الكم الرئيسي ايه الرئيسي ايه الرئيسي ثلاثة يده اللي هو مين كل ام يبقى هو ام يا مصدر طيب ام ده فيه تلاتاشر الكترون ركز في الحتة دي اوي الام اللي فيه تلاتاشر الكترون ده في مين اه ده فيه اس وفيه بي وفيه دي الله ينور عليك جبلي كده الجدول اللي جوا نعملينه في حلقة الشرح ما شفتش حلقة الشرح انزل دلوقتي انزل دلوقتي انزل دلوقتي تلاقي فيهين؟ في الوصف وفي قائمة التشغيل بتاعتي الكيميا فيه حلقة الشرح بتاعت مين بتاعت الدرس الرابع مهمة جدا اللي هو التوزيع الالكتروني والحلقة بتاعت الدرس التالت والتاني موجوده احنا بقى كل الكلام ده لو انت بقى شايف انك مذاكرو حلو قوي تمام شايف انك نقصك حاجة بروح رجع تمام قلنا مين قلنا معانا الاس والبي والدي الله ينور عليك يا معال طيب اس اهو وبي ودي لما وصلنا للدي كده احنا خلصنا ايه خلصنا التلاتاشر الكترون طيب عايزين اخلص التلاتاشر الكترون على دول طيب حلو قوي تمام اس وبي ودي تعال كده ادى اتنين بتوع الاس طيب وستة بتوع البي يبقى كده انت معاك ايه معاك تمانية يبقى انت بحتاج كام تمانية يبقى انت كده محتاج خمسة عشان تكمل تلاتاشر طيب الخمسة دول لازم نجيبهم من مين نجيبهم من اول دي هتقابلنا اول دي هتقابلنا اللي هي مين اللي هي السري دي بتطلع في المستوى التالت في المستوى التالت اللي هي مين السري دي يبقى انت عايز السري دي والسري اس والسري بي. السري بي بستة. والسري اس باتنين. والسري دي بكام? اه السري دي هنا هتاخد كام? هتاخد خمسة بس. تمام? تمام? يبقى كده ستة وخمسة واتنين. الله ينور عليك كده تلتاشر. طيب. دي اللي كده وصلنا لهنا. احنا قلنا اقلنا لحد هنا عشرين. طيب وصلنا لهنا خمسة وعشرين. خمسة وعشرين. الله ينور عليك يا باشا. انت ممتاز. وهتقفل بازن الله. يجي الرقم خمسة. بيقول لك النزمة المقوية التقريبية. المحتملة الإمكانية تحديد الموضع الصحيح لإلكترون كتلته 9 و 1 من 10 في عشرة السالب 31 كيلو جرام وصراعيته 300 متر في الثانية تصل إلى تمام قلنا أن النسبة المقاوية التقريبية لتحديد موضع الإلكترون دي مستحيلة مستحيلة صفر يعرف هتقول أقل حاجة يبقى هنا أقل حاجة ممكنة اللي هي 1 من 1000 في المية مستحيل تلاقي البش مهندس أحمد والدكتورة مريم المتابعين بقى بتوعنا على القناة نيجي بقى لرقم 6 لو عايزنا أقول اسمك اكتبلي في الكومنت تمام اكتبلي في الكومنت إنك عايز تقول اسمك و اكتبلي السؤال بتاعك ماذا يحدث الإلكترون كلما ازداد بعد الأوربتال الذي يوجد فيه عن النوان بص بيقولك إيه لا يحدث الإلكترون كلما ازداد بعد الأوربتال الذي يوجد فيه عن النوان لما كلما يزداد كلما الإلكترون إيه يبعد لأ لأ ده بيقولك كلما الأوربتال إيه كلما الأوربتال يبعد عن النوان طيب لما يبعد عن النوان إيه اللي هيحصل قلنا إن كلما بيقرب من النوان بتكون إيه بتكون سرعته أعلى كلما يبعد عن النوان سرعته هتقل طيب كلما يبعد عن النوان سرعته هتقل طاقته هتقل طيب اعرف ان طاقة الحركة عكس تاقة الوضع لما تاقة الحركة هتقول ماذا سيحصل لطاقة الوضع او هتزداد طيب اللي يتنموا شايقوا زي بعض أبن ابي دي غلط و دي غلط تاكل طاقة حركات و هتزداد طاقة و ا Sami او او ده الي احنا عايزين بص انت هتراقي الكميا والفيزيا مرتبطين ببعض انا اتخصص المادتين فهتراقي Bridgetticed Pro وهتراقي دلوقت السؤال تاKay I'll give him to consider بصوا السؤال ده كده ده في موجات و هنستخدم فيه الطول الموجة و التردد اللي هم بتاع الفيزيا و انت متخيل ازاي هنستخدم الفيزيا فما تقلقش هيدخلوا الاتين في بعض عادي بس المساحين لنك تلاقي الاحياء فيهم تمام لان التخصص فيزيا و كيميا هو ما اللي مع بعض نيجي بقى البش مهندس محمد و الدكتور اه الدكتور يوسف و الدكتور مصطفى و الدكتور هند كل دول اه كل دول طلبنا الاعزاء تمام نيجي لرقم سبعة ما اقصى عدد من الالكترونات يمكن ان يكون لها عدد الكام الام اي لب سالب 1 والالب 1 والالن ب 3 طيب جتنا بنلعب اللعبة ده ازاي مستر هقول لك طريقة حظر الان ب 3 عينك على مين على الان ب 3 طيب الان لما تبقى في 3 عندنا كام مستوى الطاقة ايوة احنا كنا بنلعب على الاي بنلعب على الام اللي هي فيها الاس والدي فيها الاس والبي والدي تمام الى مثل اخترت بالفسر بواحد يبقى انت على طول اخترت لي البي وها القوى modeled tel b1 دا انت كده حددتني الوربطال الهوhe مين داEs tan الرد انت ممتاز البي x الله ينور عليه البي x دا في كام في اتنين ايه الحلوه دي الحلوه دي لو بص p انت لgi البي exactly اذا البي x دعني عرب الامر اذا ارتين الوربطال также هنا طبعا بيبقى فيه released الالكترونين الله ينور علي نجه بقى البشر مهندس معاز يارب شوفكم كلكم داكاترة واحسب مهندسين والدكتورة يسرة يلا بينا الأكيت برينا المستوى الطاقة الاخير في زرة النيون تشغل عدد أربطالات لها شكلين مختلفين أيام من الأختيرات الآتية تعبر تعبيرا صحيحا عن إحدى هذي الأبريطالات بص كده بيقولك الأكيت برينا المستوى الطاقة الاخير للي في الإخد خالص تشغل عدد أربطالات لها شكلين مختلفين طيب ازاي الاوربيتالات لها اشكال مختلفة اوربيتالات لها اشكال مختلفة يبقى انت مش بتلعب على الاس يبقى ايه؟ يبقى ده كده مش في لعبتنا الباق والدال مش في لعبتنا يبقى انت كده بتلعب على مين؟ بتلعب على الاوربيتال اللي هو مين؟ كلنا عارفين ان الشكل ده بيعبر عن ايه؟ اه ان الشكل ده بيعبر عن البي احنا كده بنلعب عن البي عشان هما مختلفين تعبر تعبيرا صحيح عن البي ان ده شكل الاوبتال هل ده اكبر منها او مسويه ان طاقت هزي الاوبتال مقارنة بطاقة بك الاوبتالات اكبر منها او مسويه لها ولا الطاقة بتاعته اقلي منها او مسويه لها طبعا الطاقة بتاعت ال censor ده اكبر. اكبر من الطاقات التانية او بتسويها تمام? يبقى يجابها الف. ومعانا الاستاذة نور والاستاذة مريان يلا نيجي لرقام تسعة ما الله يعبر عنه اكس في الشكل المقابل. افهم كده. الشكل ده بي ايه? اه الشكل ده بتاع اس بتاع الاوربيتال اللي هو اس بتاع مستوى الفرع اللي هو اس. تمام? تمام. يبقى احنا كده مش بننعب على الاوربيتال بي ولا المدار الثاني في زارة الهايدروجين. تمام? تمام. يبقى انت لاما الاوربيتال اتنين اس لاما السحابة الاولكترونية. طيب. السحابة الاولكترونية دي اللي هي ايه اللي بيبقى فيها الالكترونات. يبقى دي كده غلط يا مساء. يبقى انت عندك الاوربيتال تو اس ده ايه? دي الاجابة الص نيجي لي السؤال رقم عشرة عند مقارنة طاقة وشحنة الالكترونات في مستوى الطاقة في زرة البيئي فان الالكترونات مستوى الطاقة اللي تكون ايه طبعا الشحنة مجابة او سالبة الشحنة دي بتكون مساويه في الاتنين في اللي هو الكي او الال طيب لو بقى في الكي او الال هل بيكونوا نفس الطاقة لا ده الكي ده اللي هو اقرب للنواة بيكون طاقته اعلى يبقى مين؟ يبقى فان الالكترونات مستوى الطاقة اللي تكون اقل طاقة ولها نفس الشحنة ايه ودي اعجابة الصحي طيب هل ايه اعلى طاقة وليها نفس الشحنة لا ده اقل طاقة هل اقل طاقة فعلا اه ولها نفس قيمة الان لقد الان بتختلف هنا الان بوحد وللان بايه كيل يبقى هنا الان باثنين اعلى طاقة لأ برضو مالاش قيمة الان يبقى الاجابة الصحيحة مع عينة ورقم0 تمام يا بش مهندس عمر البناء للصعود التبني صغير تبدأ صغير يطلع لكبير يعني تخبرون ال tuv nova يتبني صغير يعني اللي هيتعارض معنا مع مبدأ هند هو ده لانه ما بناش من الصغير الكبير اهو صغير كبير صغير كبير صغير كبير ما تجيش تقولي بقى ده ايه ده طالع ده مش نازل وده نازل مش طالع وده مش متوزع صح الكلام ده ايه تقوله عند عمك هند مش عندنا هنا نيجي لي رقم 12 ايه من مجموعات عدد اكمل اتيت هتلاسب الكترون زرة هيدروجين مصارع يعني ايه الزرة مصارع دي يعني الزرة مصارع هتلاقيه في اعلى حاجة او في اخر حاجة انا اربعه اللي تلاتة م اللي سلب تلاتة اه الكلام ده مضبوط انا اربعه اللي اربعه الن سلب اتنين لا مفيش حاجة اسمها ال اربعه ده غلطudo ا MIL تلاتة ، طيبů انا خمسة اللي سلب واحد اما موجب اتنين ازاي سلب واحد ودين معوجب اتنين. هنستعبط ازاي دي بواحد ودين سلب اتنين هنستعبط يبقى ده ايه دول اصلا غلط ودول غلط يبقى المصارى هي رقم ايه تمام رقم 13 ما اقصى عدد من الالكترونات في زرة يكون لها عدد الكام الان اتنين و الال واحد اقصى عدد من ايه في ايه في زرة ركز في كلمة زرة دي ركز في كلمة زرة دي ما قالكش عنصر قالك زرة لو قالك عنصر يبقى هتجيب ايه هتجيب الاتنين والال υلي جوه. عاد الاكترنانات اللي جوه الاتنين والالجوه المسطوى الفرعي ده. لكن لو قالك الظرة يبقى widzه اجيب الاكترنانات الجوه المستوى الفرعي ده واللي قابليه. طيب يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا مستر? يعنى ما قالنا زره هتجيبه اللي جوه ده واللي قابليه. يعني ايه اتنين. اه? الان اتنين يعني انت كده بتتكلملي في لائما الس اللي واحد يبقى انت كده هبد�طيل للبي الله ينور عليك. البي بقى ان هو طيب لو قالك زره ده انت هتقول لي 6 و 2 و 2 10 الله ينور عليك يا دكتورة مارين الله ينور عليك يا بش مهندس عمر تمام؟ ركزوا قوي في الكلام ده عشان بيفرم ما الترتيب الصحيح للأوربيتالات في زارة التياء تانيوم حسب تزايد الطاقة تمام؟ حسب تزايد الطاقة يعني هاتلي الترتيب الصحيح لو جيتك كده نشوف كل الترتيبات دي 3S 3B 3D 4S طبعا غلط 3S 3B 4S 3D اه ده الترتيب الصحيح بص انت لو مش فاهم احنا بنعمل ايه انت هتيجي تجيبها من هنا اه 3S 3B 4S 3D 3S 3B 4S 3D اه دي فعلا الصحيحة والباقي دول لو جيت شوفهم هيطلع بلد والله انا قاسد بس عشان احنا وقت الحلقة وقت الحلقة يعني اقصر حاجة بكل نصف ساعة فانا اسف والله بس علشان في اسئلها برضو مقالي فاعيزين نديلها وقتا ايام منا بسرش تصلوا على خير الانام سيدنا محمد ان عليه افضل الصلاة والسلام لو انت لسه تفرج لحد هنا انزل عمل تم عشان شاء الله تشجعوني اكتر ان انا استمر لان انا بصراحة بحس باحباط من المؤسسين القناة انهم بيقولولي ان الفيديوهات يعني مايش عالية وكده يعني ان المشاهدات مش عالية بس كل اللي عايز منكم هو الشير واللايك بجد لو عجبكم الفيديو انا انا عايزة احس ان انا فرحون كده عايز الفيديو يبقى ترندو تمام? نيجي بقى لها ايا من التوزعات الا EL الاتية تمثل لحالة المستكرة اللي تحتوي علي 8 الكترونات طيب دول كلهن في تماما الالكترونيات تعالى نعدي كده ده اتنين اتنين اه ده اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اه تمام ده اتنين اتنين اربعة خمسة ستة ستة سبعة تمانية اه دول تمانية اه دول تمانية دول تمانية. يبقى هما مصدقون في العدد ايش ده? تكمل بقى. مين بقى اللي في الحالة المستقرة? يعني متوزع صح. هل ده متوزع صح? لا. ده متوزع غلط. تمام? بالنسبة لعمك هوند. طيب. هل ده متوزع صحيح انا المفروض ده جانب تبقى هنا. هل ده متوزع توزيع صحيحا? اه ده هو بدأ كده. ثم كده صم كده. ثم سم تجب لك الزيادة هنا. يبقى ده التوزيع صحيح. هل منتوزع صحيح. لقدو المفروض ده جانب يبقى هنا. يبقى ده مخالف لعمك هوند. تمام? يبقى اه اه نيجي بقى تمام من الرقم 15 اه تبقى بي. نيجي الرقم 16 من الحقائق العلمية المعروفة في وقتنا الحاضر انشطار زرات اليورانيوم 235 الى الزرات البوريوم وأكريباترون قلنا ان الزرة لا تنشطر ايه الكلام اللي انت بتقوله ده قالك ان الزرة مسمطة ولا تقبل انشطار في الزرية العلمية الحديثة طيب اختلاف كتلة نظير الاكسوجين وقالك ان الكتل متساوية ان الكتل نظير الاكسوجين 16 طيب ان ده لازم يبقى اكسوجين وده اكسوجين ويبقى نفس الكمية يبقى 16 ده 16 ودي كده غلق ودي غلق تمام كتلة الارجون 36 تساوي كتلة نظير الكابريت 36 طيب ده الكمية متساوية بس ده مش ارجون ده ارجون ده مش كابريت وده كابريت يبقى طبعا الف وواحد واثنين وثلاثة دول كلهم اه غلط تمام ما الحقائق اللي تتطفق مع نموزك زر الدلتون تعال بس نقرأ كده نموزك زر الدلتون بسرعة العنصر يتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الزرات الزرات مسمطة متناهية الصغيرة غير قابلة للتجزاء غير قابلة للتجزاء يعني انفاش نشوتر ابدا كتلة زرات العنصر الواحدة متشابهة ولكنها تختلف من عنصر لاخر متشابهة ولكنها تختلف من ايه من عنصر لاخر المنكبات يتكون من اتحاد زرات العناصر مختلفة بنسبة عددية بسيطة انت عندك اهو الكلام هتطبق علي معلم ما فيش اي حاجة صعبة طيب انت جبت لي حيطة دي بس يا مصر عشان الجزء ده ما قلناش شرحناه بدأنا احنا بالدرس التاني نيجي بقى ليه البش مهندس احمد والبش مهندس جرجس وعم محمد بتاع الطماطق تمام ما العدد الزري رقم 17 معه الزري العنصر الذي سيحتوي اربو تلات زراته على ثلاث الكترونيات مفردة طيب تحتوي اربو تلاته على ثلاث الكترونيات مفردة الكراسة بتاعتنا الجميلة السحرية فين يا مصر؟ هيا معلم خمسة ادى اتنين اتنين ما جبناش يا مصر الا واحد 13 ادى اتنين اتنين ستة يبقى كده عشرة اه واثنين اه كده اتناشر لا ادى احنا ما جبناش برضا يا مصر الا واحد مش نفت كده 15 طيب ادى اتنين اتنين عشرة اه ادى اتنين اه ده امصر ده احنا جبنا سري بيه ثلاثة ده احنا جبناه هه اللي بيحتوي على ثلاث اكترونيات مفردة هي الخمسةاش طيب تعالى كده نجرب الواحد وعشرين وانا لحد هنا وصلنا العشرين هل هتبقى سري دي بواحد يبقى ايه مش هتنفع يبقى اللي هتنفعنا 15 بالله ينور عليك يا دكتور نيجي لدكتورة هند والدكتورة هنة والدكتورة منار لرقم 18 اي من الانتقالات الاداتية في زارة الهايدروجين تنتج الكمة الاكبر من الطاقة تمام بيقولك الطاقة بتنتج بكمية كبيرة جدا لما نقرب من النواة الله ينور عليك كلما نقرب من النواة طيب مين اكبر هنا اقرب حاجة من النواة اللي هو ازار كيمة اللي هي من الاتنين اللي واحد نيجي لرقم 19 ايه مما يلي تيمثل التوزيع الالكتروني زارة فوسفات فوسفور فوسفور اهي مصارة طيب مين هنا بقى اللي مصار في الحاجات دي مصارة يعني بتدي اللي قبليا دي مش مصارة ده دي في الشكل بتاعها العادي قل لك اهو اه اس ري اس تو وبعد كده اس ري بي اس ري ده كده في الحالة العادية تمام يبقى دي كده صحيحة تمام 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 تعال بص اللي بعدها ايه ده اللي بعدها برضه مظبوطة بس هو اسملك دي ودي ودي بس تمام حلوة تعال بص اللي اللي بعدها يا معل ده وان اس اه ده تو اس اه اه ده مظبوط يا مستر سري بي تو وقال لك ايه قال لك فور اس وان ايه الكلام ده يعني ايه خلاها مصارة بدل ما دي تبقى اتنين لا ده اخد ده قدالها ايه ده واحد اللي قبليها اخد واحد منها تمام تمام ايه اصلها ايه تعال كده بصلي هنا كده اه ده دي سري يا مستر ودي تو ده اخد واحد وده اللي بعده يبقى ايه حصل فيها تغيير فايه حصل لها اصارة يبقى دي ايه يبقى ركب سياسة صحيحة تعال بصلي اللي بعدها وده ده اللي بعدها ايه اللي بعدها غلط اصلا غلط لها مستر لا ما هيش غلط دي متوزعة صح بس غلط ايه كاجابة يعني تمام هي متوزعة صح يعني دول كلهم كده نفس التوزيعة الصحيحة لكن الاجابة بتاعتنا تبقى رقم سي تمام نيجي لي رقم عشرين ودكتورة ايه اسماء يلا بيجينا على رقم عشرين من تعديلات النظرية الزرية الحديثة على النظريات الزرية السابقة لها ان الالكترون الحدي عشر في زرطة الان ايه حداشر يستحيل تحديد موقع وسرعته معا بدقة اه من تعديلات النظرية الحديثة فعلا اللي لسه قرأنها ان هي فعلا بتقول كده طيب خليها دي معانا كده احتياطي الالكترون سالي بس شو احنا ايه الكلام ده طب ما احنا عارفينه من زمان ده من ايام عمك اه من ايام عمك ديمقراطس يا عم ده عرصه اللي شل حركة الكيمياء نفسه قاله الزرية معظمها فراغت ما احنا عارفينها من زمان ده الفراغات بين مصيرات الطاقة منطقة محرمة تمام من على الالكترونات اه عارفينها دي برضو تمام يبقى الالكترون الحدي عشر في زر ده يستحيل تحديد موقعه تمام تمام اللي هو جان قاعد يقول لك ده ده ممكن نحدد موقعه ومش عارف ايه وجان قاعدين يهبدو هبدي يعني بس سيبك منه بقى نيجي ليه التوزيع الالكتروني المقابل لا يتطفق مع ايه طيب بص كده ده احنا وزعنا اتنين اه يبقى على طول ايه يبقى على طول انه لناش علاقة بيه بالبناء الضوء يبقى كده مظبوطة هيه ومظبوطة مع مين تاني ده مزموغة مع عمك هند تمام وزعنا صح اه يا عم هند ده في ايه وزعنا هو واحد ث ثم واحد لفوق عمك هند ما قالشي حاجة مين بقي الاستقل? المين بقي اللي ايه اللي قل لك هنا غلط ده الاستباعات لي بقولي بس تمام? الاستباعات لي بقولي لان بقاكل واحد طالب واحد نازل تمام? لكن هند قال لك انا عايز توزع لي كده انا عايز توزع لي ده ثم ده ثم ده بعد كده ده ما He розkes ci where it's usually one way to apply one way to apply. وقال لك بس انك هتوزع لي كده اهو من الزغار الكبير وهتطلعهم كلهم لفوق بعكاة تملي التانيين بالظبط كده ايه ناسي وكده هتطرح للدرس نيجي بقى بعد كده الرقم ايه الرقم 22 تحقق العلماء من وجود الالكترونات وبرتونات وناتونات في الزرع في القرنين التاسع عشر وعشرين فاذا مرت حزمة رفعة من كل من هما في مجال كهرابي طيب تعال كده بصيلي على المجال الكهرابي ده يعمل لي عليه زوم يعمل حاج اه ده كاسود وده ايه ده انود الموجب ده انود والسالب كاسود تمام ومررنا من هنا حزمة من الدقائر طيب الحزمة اللي مررناها دي من ايه طبعا انت هتجي تقول لي هنا ايه رجع تاني هتقول لي ان هنا الالكترونات سالبة والبرتونات ايه الالكترونات سالبة والبرتونات موجبة وعندنا هنا ايه عندنا النيترونات دي متعادلة تمام حلو الكلام يبقى انت هتقول لي في اي اتجاه يكون الانحراف طبعا الالكترونات بتنحرف ناحية الانود ناحية القطب الموجب والبرتونات هتنحرف ناحية القطب السالب والنترونات بتظل في مكانها يعني دي الاجابة بتاعتنا هنا تمام ايا منها هزي الدقائق تنحرف بدرجة اكبر مع التفسير مين بقى اللي هتنحرف بدرجة كبيرة اللي هنحرف بدرجة اكبر هو الالكترونات طيب السبب يا مستر ان هي وزنها او حجمها قليل تمام نيجي للسؤال بعد كده اكيد انت دلوقت وقفت وبتجربت حل وشكلك حليته وطلعت صحة معك تمام تمام عندنا هنا ده السؤال سهل خالص بيقول لك هنا اتنين اذا الال واحد يبقى سلب واحد يبقى كده اتنين باكس طيب لو انت مش عارف الموضوع ده او صعب عليك انك تحل الموضوع ده هنا طيب تعال انحل ده كده الاول الان بواحد زيرو زيرو ويبقى ده ايه ده وان اس طيب لو انت صعب عليك انك تعمل الموضوع ده فانت هتعمل ايه انت هتجيب كده هوا التالت الجدول ده واللي متابعين هيعرفوا ان احنا بنحلم الجدول ده تعال انحللك منه واحدة كده ونسبت طيب افتكر معايا هنا قالك ان الان باربعة والم ال بموجب ثلاثة اه الان باربعة والم ال م ال بموجب ثلاثة استخدمنا هنا ايه فور اف اللعبة الجميلة دي او مستر اه فعلا اخدنا هنا فور اف طيب في اخضون الفور اف جانت الال بكام اه كانت الال بي ثلاثة روح شوفها كده هتلاقيها بتلاثة طيب وهكذا بقى هتكمل الباقي هنا الان طبعا الان هنا باربعة بتاعة البي واي طبعا ده بي اكس وبعكات بي واي بعكات بي زد يبقى هنا ال هنا الال طبعا بواحد وتبقى دي هنا بي زيرو علشان هنا احنا في النص بتبقى كده ها بي اكس وبي واي وبي زد هنا دي بسالب واحد دي بصفر دي بواحد روح شوفها في الجدول بتاعنا لو مش عارفت حل تلاتة ان يبقى هنا على طول تلاتة اللي باتنين يبقى اللي باتنين يبقى انت شغل على الدي بي سالب اتنين يبقى يبقى سري دي برضو مش تتأثر لو قافل بي بس اللي بتأثر تمام نيجي للسؤال اللي بعد كده رقم 24 الحمدلله خلصنا يعني بسرعة في حاجة مشوطة بالنسبة لك هتكتبها لي في الكومنتس وانا هارض عليك في الكومنت الشكلان المقابلان يمثل محاولتين من محاولات تفسير التركيب الزري حلوة او ده ايه دي زره مصمطة وعليها شوية الالكترونيات دي زره مصمطة باستفاية سحابة الالكترونية وعليها شوية الالكترونيات وفي حاجات كده مجابل ما اسم النظرية التي يعبر عنها كل شكل افتكر كده معي اللي قال لي الشكل ده اه طومسون الله ينور عليك اه طوم معيش الالم اللي جامعي خطوحش قوي طيب ومين بقى اللي قال لي النظرية التانية اه رازارفورد عشان فيها ايه سحابة الالكترونية وكده رازار رازارفورد طيب ايه اللي بيتشبهن بينهم بقى طبعا اللي بيتشبهن بينهم ان الاتنين فيهم ايه الالكترونيات وان الالكترونيات دي بتكفي لجعل الزرة وتعديلة اش السؤال رقم 25 واركز معي قوي في السؤال دوت بيقولك في الشكل مقابل اي من العمتين اكس واي بص اكس اه نزل هيل تحت واي اه اكيد واي دي بتبعد يبقى دي ايه بتاخد طاقة اما الاكس دي مالها بتكتسب طاقة ما وما الاسم العلمي اللي يطلق عليه على هذا المقدار من الطاقة طيب بيقولك اي من العمتين اكس واي يلزم لحدوثها فقد طاقة طيب من اللي هنا بيفكد طاقة طبعا اللي بيبعد ده اللي هو الواي ماله اه بياخد طاقة والاكس راجع يبقى ايه بيفكد الطاقة بتاعته طيب لانه ايه بيعدي من الصغير لكبير طيب لما انت بتجي طالع من الصغير يعني من السل من تحت لفوق بيحصل لك ايه بتفكد طاقتك يبقى مين اللي بيفكد طاقة هو الاكس تمام لان هنا العالي ده هنا العالي خالص وهنا الواطي لما هيجي يطلع هيفكد طاقته طيب لما يجي يطلق ينزل من فوق اللي تحت. لا ده ياخد طاقة. تمام? وما الاسم العلمي لازي يطلق على هذا المقدار من الطاقة. طيب. لما يفكر الطاقة حاجة اسمها الكوانتم. تمام? تمام. نيجي بقى ليه 26. اللي قلنا ايه? اه انت فاكرة ها. عندك زخرة. اللي قلنا معتمد على الفيزياء شوية. طيب. بيقول لك حالتين الانبعاثة الضوء الأخضر والضوء الأحمر بدون ترتيب. مين عودة إلكترون مصار في زرط الهيدوشوين إلى حالاتها المستقر. أيهما يمثل الضوء الأخضر مع التفسير؟ طيب. مين هنا بيمثل الضوء الأخضر؟ طيب. عارفين ان الضوء الأحمر ده 656. تمام? ده اللي هو ايه? ده الطول الموجي بتاعه. والأخضر ده 488. الحاجات دي مش بحتاج انك تحفظها بس تتعرفها. تمام؟ تمام. من هنا الطول الموجي بتاعه كبير؟ طيب. ده الطول الموجي بتاعه كبير هو الأحمر. طيب. ايه الطول الموجي ده؟ بس. فالطول الموجي جان عندنا بقى في الفيزيجان بيقولك المسافة ما بين كل موجة والتانية. يعني ايه المسافة ما بين كل موجة والتانية؟ زوم يعمل حاج. اهو. يبقى المسافة ما بين دي. اهى. ما بين دي. اهى. دي موجة اهى. موجة اهى. موجة اهى. الموجة اهى بدايتها وهي نهايتها. تمام؟ والتانية. يبقى المسافة ما بين كل قمة والكمة اوقاع وقاع. يبقى دي اسمها ايه? دي اسمها الطول الموجي. طيب. الطول الموجي فين هنا اكبر؟ هل هنا ولا هنا؟ الله. لا ده هنا اكبر يا مستر. هنا اي ايه الطول الموجي اكبر. وهنا التردد اصلا التردد هنا صغير جدا يعني. هنا لكن التردد هنا طالع نازل طالع نازل طالع نازل تحت. يبقى التردد تحت ايه? التردد تحت كبير. طبعا والتردد عكس طول الموجي يبقى الطول الموجي تحت ايه? الطول الموجي تحت صغير والطول الموجي فوق كبير. يبقى ايهما يمثل الدول الاخدر? طبعا اللي هيمثل الدول الاخدر هو الشكل رقم اتنين علشان الطول الموج بتاعه صغير. تمام? الشكل رقم اتنين. التفسير بقى ان هنا التردد كبير فالطول الموج قلير. تمام? نيجي لسؤال سبعة وعشرين والحمد لله اخر سؤال يعني اصلوا على اشرف الخلق سيد محمد والدكتور احمد مش نسيكو الدكتور محمد والبش مهندس اه البش مهندسة سارة والبش مهندسة اسماء وكلكم حبيبي والله ربنا اخليكو اشكال المقابلة وتمثل تلات قول بي تلات. تمام? حلو قوي. ده الاس وده ده حاجة من البي وده حاجة من البي. بس البي ده اعلى من ده. تمام? اgee اكمل اسفل الهزر الشكلين وبين ماسيبها م Dare لع PGحيم undergoing طيب. لو جننا بام بس ده حجم الاربتال ده شكله كبير. وحجم الاوربيتال ده برضو شكله كبير. يبقى ده كبير وده كبير. يبقى ده ايه? ده سري. طيب. وده بقى سري ايه? ده سري بي. طيب. وده تو بي. طيب. بتبدأ من تو فعلا. واصغر حاجة في البي اللي هو تو بي وعندنا الفور بي. بس طالما دي سري بي يبقى دي اعلى حاجة يبقى دي سري بي يبقى دي تو بي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم.